على همش تدشين المشاريع الجديدة الخاصة بتطوير تلفزيون البحرين أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام خلال مؤتمر صحفي أكد أن عملية التطوير مستمرة من أجل بناء منظومة إعلامية تجسد رؤية مملكة البحرين محليا وإقليميا وخلال جولة قام بها الاستوديوهات الإنتاج والأخبار والرياضة أطلع سعادة وزير الإعلام والصحافة المحلية على أبرز خطط التطوير المستقبلية انطلاقة مغايرة للإعلام البحريني انطلاقة ستحدث نقلة نوعية بلا شك في تطوير الإعلام الوطني وزير شؤون الإعلام شارك الصحافة المحلية اليوم الانطلاقة بحلتها الجديدة من خلال جولة قام بها إلى استوديوهات مركز الأخبار والإنتاج والرياضة إيمانا من سعادته بأن الصحافة شريك مهم في المسيرة الإعلامية في المملكة وهي الوجه الآخر والمشرق للإعلام البحريني فخلال الجولة كشف سعادة الوزير عن المشاريع الخاصة بتطوير تلفزيون البحرين ومركز الأخبار والمركز الوطني للاتصال وذلك ضمن المبادرات والتوجهات الهاتفة التي تتبناها الحكومة لتطوير الإعلام الوطني كما وكيفا ليكون أكثر قدرة على مواكبة منافسة الإعلام الحديث وزير شؤون الإعلام أكد للجسم الصحفي المحلي أن هذا التطوير كان نتاج عمل طويل شارك في رسم صورته المشرفة الخبرات الإعلامية ممزوجة بالفكر الشبابي لتخرج هذه الانطلاق اليوم نحو بناء منظومة إعلامية متطورة ومتكاملة شكلا ومضمونا تجسدت في إنجاز مشروعات فنية وتقنية جديدة وبرامج تلفزيونية وإذاعية هادفة ومتنوعة أنا جدا سعيد اليوم بالرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر الحقيقة دعم سموه للقطاع الإعلامي سواء الرسمية أو الخاص كلنا نشوفه ومثل ما ذكرت حق طويل عمر بأن هذا الدعم والاهتمام يحملنا مسؤولية كبيرة مثل ما شفتوا في البرزنتيشن أنا أتمنى أني غطيت أغلب النقاط اللي كان ودي أن أذكرها وكنت حريص على ذكر أن كل ما شفتوا هو بأيدي بحرينية الثقة في الشباب البحريني دائما ما نسمعها في وسائل الإعلام وإحنا طبقناها بحذافيرها 100% الاعتماد على الشباب البحريني شفتوا نتاجه ذكرت أنا قبل ثلاثة واربع شهور لما سئلت هل أنت راضي عن تلفزيون البحرين قلت له أكيد أنا غير راضي مثل أي مشاهد ولكن كلامي ما كان يعني أن أنا غير راضي على العاملين لا العملية كانت تحتاج فقط إدارة وتحتاج إدارة مال أكثر تم تركيز وتوجيه الميزانية المخصصة لتلفزيون البحرين لتطوير هذا الجهاز اليوم من الصعب جدا أن أنت تتحدث عن استراتيجية مدتها ثلاثة واربع سنوات خاصة في مجال الإعلام هناك سرعة هناك دراسة علمية تقول بأن يجب تغيير مناهج الإعلام كل ستة شهور العالم ما ينتظرك أحنا كنا حريصين على أننا اليوم نطور جميع جهازاتنا تطوير قطاع الإعلام جسد اليوم رؤية جلالة الملك المفدة في تطبيق استراتيجية إعلامية قادرة على إيصال رؤية البحرين محليا وإقليميا بطريقة تتناسب مع ما يعيشه العالم من حولنا من طفرة إعلامية غير مسبوقة إضافة أنه من أولويات برنامج عمل الحكومة لاستنوات الأربع القادمة في خلق قاعدة إعلامية تتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين هذا وحاز وصم تلفزيون البحرين على تفاعل كبير من المتابعين والنشطاء البحرينيين على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل المغاردون المعلومات بمشاريع تطور تلفزيون البحرين ومركز الأخبار وأجمعوا على أن الانطلاقة الجديدة أتت بإبداعات بحرينية شبابية أعطيت الثقة فأبدعت وأشار المغاردون إلى أن هذه الانطلاقة تتجاوب مع امتطلبات التطور الإعلامي والتلفزيوني كما تبادل المقاطع المصورة للفواصل الترويجية التي تعزز الهوية الوطنية ترجمة نانسي قنقر